الخبر رابو اللي عدنا عنه رستار وتعرضها للسرقة في كل استغرب من نزلت هذا اللي ستوري شانده تيب تي بي وشاند كتب عليه انه بيته اللي بأمريكا هو انسرق بعد نزلت هذا الستوري تقول لحن نزلكم فلوق عن السرقة وبالستوري بعد تقول الحمدلله يا حالين شاند حالته شوية تعبانة ستشوية احسن ويقول لحن نزلنا مقطع على هذا الموضوع وراحطوكم الستوريات اه سبحان الله انت تشاء وانا اشاء ولا هيفعل ما يشاء كان عندي غير خطة براسي كمبليتلي كان عندي خطة انه like oh my god انا بأمريكا بوم مفاجئة بعدين صار اللي صار واليوماني مظهما ما قدرت اصور ولا شي ولا اي نفس اصور الا اليوم اليوم سواد شعري ضبطت شكلي ويا قررت ان ازلكم واقول لكم خلص انه اني بأمريكا ننتقل حاليا لغيث مروان ودخول المستشفى في نزل شوية ستوريات شاند من داخل المستشفى دي اخذ بها اللقاح مع الكورونا بعد ان نزل شوية ستوريات ثانية دي يقول بها ان شو نتعرض بعد ما اخذ اللقاح فيديو اليوتيوب نزل فيكو ترفع الشاشة تحضروه انا حاليا رايح اخذ لقاح فالو اختفيت ارفو النغم علي اكونوا سلامة يا رب وان شاء الله ما بايشي وانتقل حاليا التهجم المتابعين على شرين بيوتي بعد ازديله لهذا الستوري وان ما شاد بيه ملابس لابس اللي غريبة يعني او ضيقين نقدر نقول فخلنا متابعين انو يتهجمون عليها فبعد الازيش ستوري ثانية صاد تقول بي انو ما توقعت هذا الهجوم اللي يتعرضنا من المتابعين السبب هذي الصورة مجرد حيكي حاولت وقالت ممثلة او شغلة اجنبية رغتكم للسوريات شفوها بس المساجات اللي عم توصلني بسبب الصورة فضيعة ااا ما توقعت هيك تكون ااا وما عمال فيديو فوترشوب ااا او مقلاب او شي بس حسيت حالي شوي بشبه كالي جنر ما بعلاب في منكم لاحظ في منكم يعني جد بعطولي انو شو حلو والله يشوف بس انا كاتب احبوا حالكم فاكتبوا الحباب بالكومنتات هتستعقدت جميلة اعراضات لا او لا وننتقل الحالية للمتابعين كشفهم الحقيقة الناس واصالة وليش يمو هيت يسووا ولو عنا اخفاهم الكلمة فلسطين من الكومنتات اللي عادهم مو بالقناة الاساسي اللي بها 13 مليون مشترك ونمو قناتهم الثانية اللي هي القناة الاجنبية راح تطوكم الدليل بالفيديو هينشوفوهم مثل ما شايفين يا حباب دخلت حالي على القناة الاساسي مو بالقناة الاساسي اللي بها 13 مليون مشترك تقريبا وكتبت فلسطين بعد راح تلكلمة الاحثة ثولا فالتعليق اللي عرقوا ورايه بما في غيرتهم غيرت الحساب عما شوفت التعليق حيطل على الناس او لا بما غيرت الحساب مزيد بها التعليقات شوفت انه التعليق ظهر مالتي وانما يعني ان اسم فلسطين طلع فذيان انهم مخافين كلمة فلسطين ولكن بالفيديو الثاني يا حباب دخلت حالي على قناتهم الاجنبية وكتبت فلسطين بعد راح تلكلمة الاحثة ثولا وانا عمدا فالتعليق تعليق لاشخاص الورايا بعد غيرت الحساب طبعا لازم غيرون الحساب يا حباب عما شوفون انه حتى تعليق حيطل على الناس او لا بعد غيرت الحساب وشفت انه التعليق اللي كتبت انا اللي هو كلمة فلسطين مطلع الناس وانما كلمات الثانية كانوا طعيمة الاشخاص اللي علقوا فما در الصراحة كتبنا يا حباب بلكومتا شونه ممكن يخلي انه الناس واصال يحطون بكلمة فلسطين بكلمة المحظورة بالقناة الاجنبية اجنبية ولكن بالقناة الاساسية ماكو مادر الصراحة ووصلوا الى الصلاة المقطعات هم اقطع جاوكو فتروه هذا المقطع بلايكات وبدأ شعر لكم في هاتفزين من قناة من قناة الميكتل الخصاص مع السلامة اشتركوا في القناة